ازايكم يا حلوين كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش بطريقة جديدة حلو جدا هنرسوا بالشكل انتم شايفينه ده هقولكم ازاي هنرسوا بالطريقة دي طبقات الجلاش ما بتبقاش فوق بعض لأ بتبقى جانب بعض بالشكل ده حاجة كده مزيد ما بين الكيك والجلاش والبزبوسة الحشوة بتاعتها طحفة وهنعمل له دريسينج كده وهنسقيها به طريقة جديدة وجميلة وان شاء الله هتعجبكم يلا نشوف هنعملهم مع بعض ازاي في البداية هيبقى معي لفة من الجلاش دي نص كيلو كمان معي كوباية ونص من اللبن كوباية من السميد وبنفس كوباية هعير نص كوباية من السمنة البلدي ونص كوباية كمان من الزيت هضيفها دلوقتي على السمنة البلدي كمان بطين وعليهم رشة من الفانيليا نص كوباية من السكر نص كوباية من جسد الهند هضيفه دلوقتي على دي اس سميد وكمان رشة ملحة صغيرة معلقة بيكينج وبودر كبيرة هضيف السمنة على الزيت وهقلبهم كده وهسيبهم على جنب وكمان هضيف الجسد الهند على دي اس سميد دي اس سميد ده مش ما نضاف عليه اي حاجة هبدأ كده بقى يقلب بالشكل ده وهسيبها كمان على جنب دي سنية مقاس 30 هستعملها ان شاء الله النهاردة ممكن تستعميل سنية اصغر شوية لفت الجلاش انا لفتها فوطع لشان ما تنشفش مني هاخد كده طبقة واحدة من الجلاش وهبدأ افردها كده وهوزع عليها السمنة بالشكل ده لازم كده اكون موزعها كويس عليها كده هنزل كده بقى بشوية من السميد وجوزة الهند اللي انا خلطوهم على بعض اتأكد ان انا وزعت على الورقة كلها بالشكل ده خلصت وزعت السمنة ووزعت كمان دي السميد اهم خطوة بقى علشان يطلع معي الجلاش مورق كده بشكل انتو شايفينه هبدأ الف الجلاش بتاعي بالشكل ده كده هتني على بعضه بالراحة كده اول ورقة هتلاقيها صعبة بس معيك وبعد كده اديك هتاخد على الطريقة دي بالراحة وانت بتلفها علشان الورقة ما تتقطعش منك نحاول كده نخليهم كلهم يبقوا بسوا بعض لحد ما خلصت الورقة بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين هعمل كمان واحدة معيكوا هحط السمنة وهبدأ اوزع كده دي السميد بالشكل ده اتأكد ان انا وزعت على الورقة كلها وهبدأ قتني كده طرف الورقة على البقية الورقة وارفع بالشكل ده وارجعتنيها لحد ما خلصها كلها بالشكل ده كده هروس بقى الورقة بتاعي كله في الصينية بالشكل ده واربعض لو الصينية طلها اصغر يعني تلاتين في تلاتين هتبقى مظبوطة جدا في باقي معي حاطيتوا كده في الجنب وزعتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين هتبقى معي شوية كده من السمنة هبدأ اوزعوا كده بالفرشة على وش الجلاش زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات الكنافة والجلاش بيحتاجوا سمنة كتير هوزعهم بالشكل انا النهاردة ما عملتش معاكم الشربوات اللي هنسقي بيه الجلاش علشان نفس الشربوات اللي انا استعملته للكنافة في الفيديو اللي فات هو ده نفس اللي هستعمله النهاردة خلاص كده انا خلصت علشان عمل الدريسنج اللي هسقي بيه الجلاش هجيب بولا هنزل كده بالبيض وكمان السكر هفضل اقلب كده لحد ما السكر يدوب معايا تماما والخليط لونه هيبقى فاتح جدا بالشكل ده كده هنزل بقى باللبن وهضيف عليهم البيكينج بودر ورشة الملح السغيرة وهقلب لحد ده مياه الخليط كله يمتزج مع بعضه بالشكل ده كده هنزل بقى بالخليط كده على الجلاش وهبدأ اوزع الخليط بالشكل ده لحد ما تأكد ان الجلاش كله شرب الخليط وعلى الفرن اللي انا مولعا من بدري على درجة حرارة 180 الشبكة بتاعتي في النص هي هتاخد معايا من ساعة لساعة وربع بالشكل ده كده طلعت من الفرن انا هبدأ اسقيها وهي سخنة بالشرباط البارد اتأكد ان انا سقتها كويس الشرباط الخفيف بيبقى حلو مع الجلاش ما بيبقاش مسكر قوي وبعد اما سقتها وخلصت انا هبدأ اغطيها كده بالورق الفويل بالشكل ده انا عايز الجلاش يترمعي ويبقى حلو كده هسابها كده بقى على جنب لحد ما حيث ان الجلاش بتياتر هبدأ اقطعها بالشكل ده ممكن تقطعها بالحجم اللي انت عايزيه انا هقطعها جبيرة شوية عايز اقول لكم كل اللي ده هنبهر بيها ومن جمالها ومن حلوتها بجد حلوة عايز اوريلكم بقى شكلها من جوة هتطلع معاكم بكل سهولة تسوية بتاعتها تحفة اول ما خادت لون كده من تحت وحسيت انها استود انا فتحت عليها الشواية علشان تاخد لون من فوق مقرمش كده من بره وطرية من جوة الارضية بتاعتها زي ما انتم شايفين بسم الله ومشاء الله وكانت حلوة جدا زي ما انتم شايفين كده مقرمش من بره وطرية من جوة حاجة تحفة لو الفيديو النهاردة عجبكم ياريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراكوا القناة وتفعلوا جرس علشان يوصلكم مني كل جديد اشوفكم على خير اشتركوا في القناة